السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمعنى ان الشخص لو رأى الاحلام دي هيبقى ليه مكانة وسط الناس ايه المكانة ديت مكانة اجتماعية مثلا وسط مجموعة من الناس زي اهل بلدته او مجموعة من الناس اللي بيشتغل معهم او مكانة عائلية انه هو هيكون ليه مكانة في عائلته انه هيكون كبير العيلة مثلا كلهم بيسمعوا كلامه بيحبوه بيقدروه طبعا هنا اخوان عزاء المكانة اه شيء عظيم جدا اه النفوس برضو شيء كويس ولكن ان احنا نستخدم الحاجات ديت او الامكانيات ديت بطريقة كويسة بطريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعدل بين الناس ونوزع الحقوق بالتساوي ما نظلمش حد ما نخليش نفسنا ننحازل حد لو حد طلب مننا اه التحكيم او طلب مننا ان هو يقول كلمة حق او ان احنا نقول كلمة حق في في الموضوع معين مثلا فالمكانة وسط الناس اللي اللي ربنا يرزقوا بيها اه يمشي بعدل ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يديم عليه النعمة ديت اخواني العزاء هنتكلم عن الاحلام اللي بتدل على المكانة بتدل على اه التفوق بتدل على النفوذ هنتكلم عنها بالتفاصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احب اقول لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر اشارات ليسلكم جميع في ديواتنا لاستمرار اول حاجة اخواني العزاء من الرؤية المهمة والرؤية العظيمة جدا رؤية التسابق في المنام يعني هي رؤية التسابق او رؤية التنافس في المنام رؤية دي رؤية مهمة جدا ناس كتيرة بتشوفها ولكن بطرق مختلفة ما بنشوفهاش بالطريقة الصريحة اللي احنا مثلا بنسابق حد او بنتنافس مع حد في شيء معين ممكن نشوفها بطريقة غير وبشرع اه طيب خلينا نحنا نقول ايه رمز التسابق اه يدل على ايه مثلا بيدل على ان في ناس منفسين ليك في امر معين اه ممكن انت تكون مثلا مقبل على شغل الشغل في تنافس اه بتشوف ان انت بتسبق حد في المنام او بتنافس حد وبتتفوق عليه دي طبعا بتكون رسالة مهمة جدا للرأي الى انه هيقدر يتغلب على خصوم هيقدر يتغلب على منافسين ليه هيبقى صاحب منصب او صاحب كلمة او صاحب مكانة بين الناس اللي حواليه ممكن يكون التنافس ده او المسابقة دي في الشغل بتاعك نفس وان انت مسلا بتتنافس مع زميلك على موضوع معين اه اللي هيقدر ينافس واللي هيكسب هو اللي هيبقى المدير مثلا كمان اخوانك اعزائي من الرؤية المهمة اللي هي بتدل على المكانة وسط الناس الصلاة بالناس ان انت بتشوف نفسك بتصلي بالناس في المنام بتشوف نفسك امام مسجد مثلا بتشوف نفسك بتخطب بالناس في اه المنام طبعا دي رؤية عظيمة برضو رؤية مهمة بتدل على المكانة. بتدل على النفوس. بتدل على آآ ان يكون لك كلمة مسموعة وسط الناس. كمان ممكن تلاقي نفسك آآ مش بتصلي بالناس. لاقي نفسك ان انت بتعلمهم امور معينة. بتعلمهم دروس دينية معينة مسلا في المسجد. فهنا برضو اشارة الى انك بازن الله هتبقى آآ كلمتك مسموعة او هتبقى عندك مكانة مهمة آآ ومكانة كويسة بين الناس. الناس هتحترمك الناس هتقدرك. الناس هتسمع كلامك في امور معينة. وغالبا ممكن يكون الامر اللي انت هتبقى ممكن فيه ده امر اجتماعي. يعني مش امر عائلي. امر خاص بناس كتيرة انت هتقدر تكون مسيطر عليهم او ان انت مثلا تكون كلمتك مسموعة بينهم. ايضا اخوان عزائي رؤية توزيع المياه والطعام في المنام. رؤية كويسة جدا بتدل على امور كويسة جدا في حياة الشخص. انك تشوف نفسك بتوزع المياه للناس. بتوزع الاكل على الناس. آآ بتوزع مسلا الاكل على اهل بيتك. بتوزع على ناس ما تعرفهمش. فهنا اخوان عزائي بتدل ايضا على آآ الرزق الواسع. اولا بتدل على تحقيق الاهداف والطموحات. وبتدل على المكانة بين الناس. ان انت تكون مسؤول عن التوزيع او انت مسلا ناس كتيرة وانت اللي مسؤول عن المياه دي. انت اللي بتوزعها او انت اللي بتوزع الاكل. دي حاجة كويسة جدا. بتدل على المكانة. بتدل على التفوق في امور معينة. بتدل على الرزق الواسع والخير بازن الله. وربما انت تكون آآ صاحب ارزاق كبيرة جدا من خلالها هتقدر تعمل اعمال خير وتساعد ناس معينين في حياتك. فطبعا آآ كلمتك هتبقى مسموعة وهيبقى ليك تقدير الاحترام. ايضا من الرؤى المهمة جدا اللي هي بتدل على المكانة والنفوذ والسيطرة رؤية السيف في المنام. انك تشوف نفسك مثلا ماسك سيف في المنام او ان في حد بيهديك سيف في المنام. او مثلا مسكت سيف شخص مهم في المنام زي مثلا السيوف بتاع الصحابة السيوف بتاع الرسل. هنا آآ بتكون اشارة مهمة جدا لان الشخص ده من المميزين. الشخص ده ممكن يبقى آآ ده انفوذ كبير جدا. ممكن يبقى مثلا حاكم لمدينة. ممكن يبقى مدير في شركة. ممكن يبقى مثلا رئيس دولة. آآ عموما آآ رؤية السيف رؤية مهمة. بتدل على قوة النفس. بتدل على قوة النفس. بتدل على عزة النفس ايضا. بتدل على المكانة والنفوذ وسط الناس. بيبقى الشخص اللي بيشوف الرؤية دية ان هو بيتحكم في السيف مسلا وان هو صاحب سيف آآ يدل ايضا على الحزم والصرامة والقوة آآ في امور كتيرة جدا في حياته. ومن خلال الرؤية دية نقدر نقول للشخص اللي بيشوف السيف ده آآ ابشر بشارة كبيرة جدا انت ممكن تبقى حاجة مهمة في الفترة القادمة. كمان اخوان اعزائي من الامور الكويسة والرؤية المهمة جدا رؤية التحكيم بين الناس. قلنا ان السيف حاجة كويسة طيب انك لما انتشوف نفسك بتحكم بين الناس دي ايضا حاجة كويسة جدا بتشوف نفسك آآ قاضي مسلا بتشوف نفسك ان انت بتدافع عن حقوق الناس دي حاجة كويسة. فهنا بتكون رسالة مهمة جدا ليك كرائي او للشخص اللي بيشوف الرؤية ان هو بازن الله آآ يعني هيكون آآ عنده مكانة هيكون كلمته مسموعة بين ريبه بين ناس مسلا في مدينته آآ ناس اصدقاء شغل ولا حاجة. فهنا رؤية التحكيم بين الناس دي حاجة كويسة جدا. وربما بتكون رسالة ليك الا ان انت تعدل في امور معينة. ممكن فيه امر معين انت محتار تعمل ايه فيه? فالرؤية بتوجهك الى انك تحكم بالعدل او تعدل فقط. كذلك العمر رؤية الشخص في منصب. آآ بتشوف نفسك في منصب. آآ دايما بتلاقي نفسك قاعد في مكتب فخم مسلا. دايما بتلاقي ان في ناس بتحرصك. دايما بتلاقي ان في ناس بتخدمك. آآ حاجات كتيرة جدا من امثال ان الشخص في منصب مسلا. بتلاقي نفسك ان انت بتوقع على اوراق مسلا معينة. بتلاقي امور في حياتك آآ او في المنام آآ انت مهم فيها والناس كلها عاملالك حساب. فهنا رؤية جميلة جدا تدل على المكانة وتدل على النفوذ. وربما بتكون بشارات بتغيير قادم للافضل. واصلاح مشاكل في حياتك والله اعلى واعلم. اتمنى اخواني عزائي ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشارات. ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.